خطوة قد تربك سوق استقدام العمالة المنزلية والفلبينية على وجه التحديد أعلن عنها اتحاد مكاتب استقدام العمال المنزلية واتخذتها وزارة العمل الفلبينية عبر قرار بإلزام المكاتب الكويتية بدفع تأمين مالي يبدأ من عشرة آلاف دولار ويصل إلى خمسين ألفا ومنحها مهلة حتى الرابع عشر من أغسطس الجاري شرط التأمين المالي الذي رفضته مكاتب العمالة الكويتية لم تتضمنه الاتفاقية الموقعة بين الكويت والفلبين واعتبره اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية جائرا ويطبق على المكاتب الكويتية دون الدول الخليجية الأخرى وحذر الاتحاد من تجدد أزمة العمالة المنزلية مع نهاية العطلة الصيفية وعودة المدارس داعيا الحكومة إلى التحرك سريعا وعلى الجانب الحكومي ثمت محاولات لفتح منافذ جديدة لاستقدام العمالة المنزلية تلافيا لحدوث أزمات أخرى في المستقبل وزيرة شؤون الاجتماعية هند الصبيح أعلنت الانتهاء من عدة اتفاقيات للاستقدام مع أربعة دول آسيوية تشمل الفلبين وتضم أيضا الهند وبنجلاديش وسيرلانكا عقب عيد الأضحى كما أعلنت وزيرة الشؤون العمل عن تصميم أبليكيشن يستطيع من خلاله الشخص اختيار العامل المنزلية بمواصفاتها المطلوبة سواء الجنسية أو العمر على أن يتم دفع المبلغ من خلال التطبيق أيضا مؤكدة أن هذه الطريقة ستقضي على طرق الفساد وتضمن الحقوق وكانت شركة الدرة قد أعلنت استقدام قريب للعمالة النسائية من الهند وبأسعار تبدأ من أربعمائة وستين دينار كما أشارت إلى توفر العمالة السيرلانكية من فئة النساء الملف تصدر الاهتمامات النيابية على أكثر من مسار كان آخرها اقتراح للجنة الشؤون الخارجية بإنشاء ملحقيات عمالية في السفارات الكويتية لدى الدول التي تصدر جاليات كبيرة من العمال مثل الهند والفلبيني وغيرها على أن تتولى التفاهم حول حقوق هذه العمالة والتنسيق والترتيب للاتفاقيات كما حصل في الاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية التي سيتم عرضها على مجلس الأمة